اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل العاب فيفا ادخل على الرابط للموجود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد واليوم هذا الفيديو راح هتكلم فيه عن الحاجات اللي الناس تسميها تسريبات بس بالحقيقة يعني التسريبات المفروض انها تقيم من مصدر غير رسمي بس اللي قال سيني نشروا التسريبات هم الديفوليبرز المطورين بنفسهم في الجروبات او الديسكوردز الخاصة باللعبة الديسكوردز الرسميات الخاصة باللعبة لذلك ما عرف نسميهم ليكس ولا اخبار ولا ايش بالضبط ما متأكد المهم في البداية قبل ان نبدأ اذا كنتم متابعين القناة فاتمنى انكم بضغط على زر السبسكرايب زر لايك وتنشروا الفيديو مع اصحابكم كنت في الفترة الماضي اريد العب لعبة ثانية لعبة سي اوف ثيفز ونفس الشي فكرت اني العب شوية زومبي لاني رقعت شوية ألعب زومبي اشوف واش الحاجات القديدة فيها بس ما نزلت ولا فيديو فيمكن مع الموسم القديد ان شاء الله بس اليوم قابلكم التسريبات اللي قات او الاخبار اللي قات عن التحديثات القديدة في اللعبة واول شي هذا قاي من موقع رسمي من اللعبة يقول لك الحاجات يعني اللي اللي ما ذكرتها يقول لك يعطيك ثلاثمية او اللي عندهم اكثر من ثلاثمية بيرقعهم للثلاثمية هذا اللي فهمته انا من الموضوع التريتري ريسيت يقول لك اذا عندك وحدة بتحصل على هلمليس واحد اذا عندك اللي هي المناطق الكاملة يعني ما اتكلم عن مثلا ايش اسمها القزر الهندية كامل لكن المناطق الموجودة في القزر الهندية فكل واحدة منهم يعطوك ريوردس معينين اللي اللي تشوفوهم قدامكم الخمس مناطق او اكثر من ذلك هنا نفس الشي الريسيت اللي راح يصير للمصانع نفس الشي اللي عشرة مصانع كل عشرة مصانع راح ياطيوك شب أبغريد بارت ضرب عشرة يعني عشرة عشر قطاع 18 قطاع 24 قطاع وهكذا فانت المهم مفروض ان يكون المهم انك توصل للرقم السبعين فاحنا كم عندنا حاليا احنا خلصنا منطقتين تقريبا عندي سبعين اولا عندي بالضبط سبعين فتوقع اني انا في السيف سايد المنطقتين هذول شال لنهم وهنا كمية بسيطة لكن اللي احب اذكركم به او يعني اللي احب اخبركم اياه اذا عندكم اكثر من ثلاثمائة الف انا ما عندت اكثر من ثلاثمائة الف يمكن بيبقي كامل المبلغ بس هم قالوا اللي عنده ثلاثمائة الف راح يعطوه او يرقع لثلاثين الف راح يصير رسيت للثلاثمائة الف فانتوا في هذا الفترة المبالغ اللي فوق ثلاثمائة انتوا طبعا حاولوا انكم تاخذوا مصانع اكثر مناطق اكثر بسهولة ما لازم انكم تلعبوها مناطق اكثر مصانع اكثر لكنكم الفلوس صرفوها فويش تسوي بالفلوس انا اخبركم اتباعكم اضاف بالوقاف انا اتباعكم اشتري مصانع اجد انكم بالتروسة اتباعكم بالتمرأة التروسي اتباعكم اجد الوقت اتباعكم اشتري هذه المطاعة افضل اجد الوحوال المترجم للقناة 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 بيعطوك راندم ولا بيعطوك كل هذه الميزة الخيارات بس اللي انا شفته من ضمن الكلامهم يعني الديفولابرس انه هذا بيخلي فرق بين تطوير لاعب وتطوير ثاني لذلك اتوقع انه بيكون انت تختار اريد هذه الميزة وهذه الميزة وهذه الميزة طبعا تستخدم البيس اوف ايت اللي هي العملة الذهبية وطبعا تستخدم بعض الحاجات من هذه نفسها يعني بالضبط بس لذلك قلت لكم ركزوا على الموارد الصعبة اللي ما عندكم بكثرة واشتريوها عن طريق البيس اوف ايت هذا نهاية المقطع اتمنى انه عقبكم ان شاء الله مع السيزن القديد بنرقع ونلعب اللعبة بشكل اكبر رح نزل فيديوهات اكثر من الفترة الماضية اتمنى انه يصلحوا شي كثير في اللعبة واكثر حاجة اتمنى انها تتغير اللي هو موضوع انك تنتظر السيزن كان ثلاثة الشهر عشان تشوف التغيرات الحقيقية هذا نهاية المقطع ونشوفكم فيديو اخر والسلام